تحتفل مصر في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعبره عن تطلع البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضرات هذا وقد عبرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحرية الأساسية خطة شاملة ورؤية متكاملة وإسهامات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان خطوات اتخذتها مصر بناء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 والتي تعكس قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرة الأولى لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال يأتي ذلك في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية اليديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون وشملت الجهود الوطنية مصارات الاستراتيجية الثلاثة وهي التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان مما أدى لتحقيق العديد من المستهدفات الواردة في محاورها الأربعة وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الهمم والشباب وكبار السن وفي هذا الإطار منحت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع دعمها للحريات العامة والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي فضلا عن إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني والدفع بتولي المرأة للمناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة فضلا عن رئاستها المجلس القومية لحقوق الإنسان كما أسامت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات في توفير وتحسين السبول العيش الكريم للإنسان المصري بما يربي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعمق ارتباطها الوثيقة باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بذلك تبقى مصر ماضية بخطة جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان